مرة اخرى نظام المخزن يرتكب جريمة عابرة للحدود ويعلن عن عدائه للجزائر بعد ان سلب الشعب الصحراوي حريته ها هو يبصم هذه المرة على انه جارس ومكائد لدول الجوار بقصفه لثلاثة مدنيين جزائريين عزل على الحدود الجزائرية الموريطانية الجزائريون وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وبقلب رجل واحد استهجنوا واستنكروا بشدة الفعل الاجرامي الجبان والقصف البرباري الذي ارتكبته قوات الاحتلال المغربية الفعل الاجرامي الذي قام به نظام المخزن اتجاه الجزائر دولة وشعبا دليل قاطع على همجية المخزن ومواصلته في سياسته الاستعدائية بارتكابه جريمة مكرى لا تغفرها لا الاعراف ولا القوانين الدولية